2014 وتحديدا في الواحد والعشرين من سبتمبر كان اليمن على موعد مع حدث عسكري غير أجواء المنطقة والمناخ العام في الإقليم انقلاب عسكري على الحالة السياسية التي آلت إليها اليمن بعد ثورة 2011 انقلاب غامض وعلني في آن فبينما كانت فصوله تتوالى والمحافظات تسقط بيد الميليشيا القادمة من شمال الشمال كانت السلطة الشرعية تتفرج ومثلها النخبة السياسية بل إن تعامل السلطة التوافقية آنذاك غطى على تحركات الانقلابيين وسهل المهمة أمامهم فمن لا يتذكر كيف أن دور وزارة الدفاع اليمنية وهي أرفع هيئة عسكرية في البلد تحولت ووزيرها إلى وسيط ومقايض ومبرر أيضا قيل أن الحرب تستهدف جهة سياسية بعينها فسقطت العاصمة صنعاء كان القول يشبه إلى حد كبير ما قالته الرئاسة اليمنية في وقت سابق بأن عمران المحافظة المجاورة للعاصمة عادت إلى حضن الدولة بينما الحقيقة أنها أصبحت فعليا بيد عصابة الانقلاب استولى الانقلابيون على صنعاء أسقطت الدولة ومثلها الحكومة التي أجبرت على الاستقالة وكذلك الرئيس الذي فقد حضن الدولة على حين غرة أو بحسابات خاطئة أصبح الرئيس معتقلا في منزله دون ملاذ أما النخبة السياسية فقد كان صمتها بمثابة حكم بالإعدام عليها وعلى العملية السياسية ثبت الانقلابيون وجودهم في صنعاء أما هذه الرئيس الذي أخطأ الحسبة فقد ساعده القدر بالفرار إلى عدن ومنها إلى عمان فالسعودية التي قادت تحالفا عسكريا لمحاربة الميليشيا التي يقال إنها أعطتها الضوء الأخضر في التوسع على أن يكون الإصلاح هو الهدف لكن الانقلابيين استهدفوا الدولة برمتها انطلقت عاصفة الحزم وتحولت فنادق الرياض إلى أماكن إقامة للنخبة التي فرطت بالدولة والسلطة أما عدن فبقيت عاصمة مؤقتة مسمى فقط حتى بعد تحريرها ومن هنا بدأ انقلاب جديد على السلطة الشرعية لكن هذه المرة في عدن اختلف المكان وتغير الزمان لكن كثيرا من المعطيات لم تتغير فالداعمون هم ذاتهم أما الأهداف هذه المرة أكبر وأشمل لم تعد محصورة بفصيل سياسي معين بل أصبحت اليمن جغرافيا وموارد هي الهدف والمنفذون دوما أطراف محلية مرتهنة للخارج نجت الشرعية من الانقلاب الأول ويبدو أنها تجاوزت الثاني لكن ذلك لا يعني أنها عبرت من شراك الإقليم وأطماعهم بل لا زالت في قلب المعركة وهي معركة تبدو الشرعية فيها الخاسر الأكبر بالنظر إلى أسلوبها المترهل في إدارتها فبينما يخسر اليمن ويقتل ويتدمر تكسب الشرعية بوجوهها المحنطة عمرا إضافيا قد يجعلها تدفع الثمن مضاعفا إذا لم تراجع مواقفها وأساليب إدارتها هكذا تقول شواهد وما هو متاح اليوم قد لا يكون غدا فحسابات السياسة تخالف المنطقة في أحاين كثيرة